أريد أن أقول حاجة بس؟ هنا حرص النادي الأهلي على إحداث الاستقرار لما وصل إليه مع اللعبين كل يا جماعة الكلام اللي بتسمعوا ما تصدقهوش إلا تطلع بتصريح من نادي الأهلي مين ماشي ومين جاي العروض اللي رايحة والعروض اللي جاية هذا الكلام ده مفتوح دلوقتي ولا ده مش وقته خالص يا أستاذ إبراهيم حتى لو كان وقته بعيدا عن الفريق له أدواته وله ناسه لكن مسألة التفاصيل اللي بتتقال أنا نفسي ببقى مستعرب والله العظيم تصدق بشكل كلمة دي مهمة جدا ده أنا عود أكلم يا جماعة حد أكلمكم في حاجة أنا معرفهاش من كتر الناس ما بتتكلم بثقة كل يوم ده كل يوم كولر ماشي مماشي ناس وجايب ناس كل يوم يقف إعلامي يقول لك اشتري مني تاك 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 ما تصدقوش حاجة غير اللي بيطلعها النادي الأهلي في الوقت المناسب مش معنى كده إن بالصدفة لو طلع حاجة رجبت يقول لك نفيته واحنا كنا صح لا إحنا بننفي التفاصيل وبننفي إن احنا ندخل الناس في الديلمة دي متى انت ما تقول لي عشرين اسم رأي عشرين اسم جاي في حاجة هتلبس ضرورة التفاصيل